اشتركوا في القناة مغيب فيها طرف المتهم مغيب فيها طرف المتهم مجدودين الطرف المتهم انا لا اقصد بعض الانفار هذه ليست محاكمة يظهر الحصة نحن بش نحلل حالة العظم في هذه الظاهرة موجودة في المجتمع التونسي السياق يدل على ان هذه الظاهرة او هذه الحالات اولا واقع الحديث فيها من الاخر ليس من البداية كل الذي يريد ان يتحدث عن اعراض دون ان يتحدث عن الاسباب انا سؤالي كان ما هي الاسباب الاجتماعية والتقافية والسياسية وارتبطت كلها من المقدمة الى التدخلات الثلاثة مع اعتذاري الى زميلي اني لا اريد ان اخوض في موضوع ويبدو انه من انظار القضاء وانا احسب ان شعب التونسي طار يوم اربع طاش جانفي ومن اهم مطالبه ان يكون القضاء مستقلا وعندما نطلب ان يكون القضاء مستقلا يجب ان لا نخوض في اي موضوع بالوقائع انه اقصد لا اقصد بالظاهر فيما هو من انظاره حتى لا يقعد تأثيره عليه يبدو ان التهمة يبدو ان التهمة موجهة ليش محاكمة البرنامج واضح البرنامج واضح البرنامج واضح من السياق ان التهمة موجهة الى ما هو مرتبط بالاسلام هذه الاولى ليش صحيح لا 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 هذا الصحيح هذا صحيح انا لا اتحدث عن اسلام اي شخص انا اتحدث عن سياق البرنامج البرنامج واضح انه موجه ضد ارتباط بالاسلام يستشف منه اذا ما تعمقنا في الحديث انه في اخر الامر ضد قيم الاسلام وسا اوضح انا لا اتحدث عن الحكم يا عيش بفضل يا استاذة يا استاذ انت وانتي استاذة درسي من فضلك لا تقاطعيني اتركيني وتم توضيح فكرتي خلينا نقدمه ما هي الاسباب الاجتماعية نتحدث عن حديث افريكا نتحدث عن حديث افريكا لكل مجتمع لكل مجتمع قيم ومقدسات طبعا تصانوا ويعملوا على صيانتها بالنسبة للمجتمع التونسي له قيمة مقدسة واحدة هي الاسلام الاسلام بحقائقه الثلاثة اكتبها استاذ الله القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام انا لا اعرف الفيلم هذا انما العنوان العنوان واضح انه عنوان مستفز يستفز كل ذي شعور يحس انه يشهد لا اله الا الله وما يتبع وما يتبع ذلك هل هذا انه الاستفز هل يبرخ العنوان هذه المقدسات الثلاثة القرآن حدد كيف نتعامل معها الاية 65 من صورة التوبة واضحة في تساؤل اقراري انكاري ولئن سألتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستازئون رجاءJa رجاء ح сохهم متر By لا